اهلا بكم مرة تانية ومحاضرة جديدة وهو توبيا بروفاشنال تور أوبريتور في المحاضرة دي حناخد فكرة عن الليك كروزيس اللي هي ليك ناصر كروزيس يعني المراكب اللي بتبحر في بحيرة ناصر تمام المراكب اللي بتبحر في بحيرة ناصر واللي احنا بنقول عليها في السياحة المراكب اللي بتبحر وراء السد احنا بنقول كده في السياحة المراكب وراء السد اللي هي بيبقى بحارها خلف السد العالي يعني في بحيرة ناصر تمام طيب المراكب اللي بتبحر في بحيرة ناصر هي مراكب قليلة جدا ومحدودة جدا وعدادة قليلة جدا يعني ممكن تكون مثلا حوالي في حدود 3-4 او ماكسب او 5 مراكب يعني هما دول تقريبا اللي بيبحروا في بحيرة ناصر انا طبعا بتكلم على الوضع قبل الكرونا انا لسه مش عارفة مين اللي هيتحرك بعد الكرونا تمام احنا بنشرح بناي انا على الشغل اللي كان موجود قبل الكرونا اما بعد الكرونا مين من المراكب قرر يكمل ومين اللي قدر الله قرر ما يكملش ده موضوع تاني يا جماعة تمام التارت او اربع مراكب او الخمس مراكب بتوع بحيرة ناصر دول هما معروفين لنا في مجال السياحة اشهرهم على الاطلاق اللي هي شتيجنبرجر عمر الخيام وهتلاقوا كمان فيه برينس عباس تمام وفيه كمان النوبيان سي وفيه افريكان درينز يعني تقريبا زي ما قلتلكم هما تلات اربع او ماكسب او خمس مراكب بتبحر في بحيرة ناصر تمام طيب بصوا معايا كده على الخريطة ادي مثلا لو افترضنا دي خريطة ناصر تمام كده ودي نهر النيل المجرى يا جماعة بتاع نهر النيل جاي من الجنوب للشمال طبعا انتوا كلكم عارفين الموضوع ده ان نهر النيل بيبدأ من الجنوب الى الشمال يعني الجنوب هو المنبع والشمال هو المصاب فبالتالي وانت ماشي كده فانت ماشي مع طيار الميا معايا وانت ماشي كده فانت ماشي ضد طيار الميا اخدين بقى لكم معايا في النقطة دي النقطة دي مهمة جدا جدا تاني وانت ماشي من تحت الفوق انت ماشي مع طيار الميا وانت ماشي من فوق لتحت انت ماشي ضد طيار المية تمام الليكروزيس لها فيه ايتنري اللي هو عبارة عن وبيبدأ في أبو سنبل وبينتهي فيه أسوان أنا ببدأ في أبو سنبل أبو سنبل يبعد عن أسوان ثلاث ساعات زي ما قلنا في العربية في العربية مش في الميل يعني أبو سنبل هو موجود يعني بيبعد عن مدينة أسوان حوالي ثلاث ساعات في الطريق ففي المية أنا بتجي من أبو سنبل لهو تحت لفوق من تحت لفوق يبقى إذن أنا ماشي مع إيه مع طيار المية فعشان أنا ماشي مع طيار المية فالموضوع سهل بالنسبة للمركب معي عشان كده الايتنري بيبقى وبيبدأ يوم الجمعة وينتهي يوم الاتنين طب تعالوا كده نمسك مع بعض يدينا كده أديهم الجمعة هو خلاص الجمعة أنا فابو سنبل أنا تحت أهو أنا فابو سنبل معي جمعة سبت حد اتنين تاني جمعة سبت حد اتنين أربع تيام أدي واحد اتنين تلاتة أربع كام ليلة أدي واحد اتنين تلاتة تلاتة ليالي يبقى أربع تيام تلات ليالي ببدأ الجمعة بخلص الاتنين ببدأ فابو سنبل بخلص فأسوان أنا ماشي مع اتجاه المية أنا ماشي مع اتجاه المية معي طيب الايتنين التاني عبارة عن خمس تيام أربع ليالي بيبدأ في أسوان وبينتهي في أبو سنبل المركب ماشي عكس ماشي ضد المية ضد الطيار معي فأنا نازل من فوق لتحت أنا نازل من فوق لتحت من أسوان أنا نازل على أبو سنبل وماشي عكس اتجاه المية معي فعشان كده الايتنين يبياخد خمس تيام أربع ليالي عرفته ليه ده أربعة ثلاثة وليه ده خمسة أربعة عشان وأنا في الأربعة ثلاثة أنا ماشي من أبو سنبل على أسوان فأنا ماشي مع اتجاه المية وأنا نازل من أسوان على أبو سنبل فأنا ماشي عكس اتجاه طيار المية فالرحلة بتاخد خمس تيام أربع ليالي خمس تيام أربع ليالي تمام معي طيب أنا في الأيتنر الأولاني كنت تبدأ في أبو سنبل يوم الجمعة وخلصت في أسوان يوم إيه؟ يوم الاثنين اللي هو قلنا جمعة سبت حد اتنين تعال بقى في الخمس تيام أربع ليالي أنا في يوم الاثنين هنا في أسوان هبدأ يوم الاثنين اللي أنا فيه في أسوان أدي أول يوم في الخمس تيام أربع ليالي هو يوم الاثنين من دي أدي اتنين تلاتة أربع خميس جمعة تاني اتنين تلاتة أربع خميس جمعة معايا أنا خلصت الأيتنر بتاع يوم الجمعة فين في أبو سنبل إذن هنبدأ بقى من هنا رحلة جديدة أربع تيام تلاتة ليالي تبدأ من أبو سنبل تاني في أسوان خدت بالك معايا الحركة ماشية إزاي تاني أربع تيام تلاتة ليالي ببدأ في أبو سنبل بني في أسوان جمعة سبت حد اتنين أنا يوم الاثنين في أسوان هاخد الرحلة بتاعت الخمس تيام واربع ليالي يبقى هبدأ يوم المنضيفة في أسوانه أدي اتنين تلاتة أربع خميس جمعة وصلت تاني أبو سنبل أهي أنا طالع نازل طالع نازل معايا طالع من أبو سنبل على أسوان نازل من أسوان على أبو سنبل أبو سنبل أنا في أبو سنبل يوم الجمعة هطلع لحد أسوان هوصل لنا يوم الاثنين هرد من أسوان على أبو سنبل تاني من يوم الاثنين هوصل لنا الجمعة وهكذا معايا دول كده الطوء ايتنرز بتوع الليك ناصر كروز وهما طوء ايتنرز موجودين معايا اللي هما 4 ايام 3 ليالي أبدأ في أبو سيمبل أخلص في أسوان وخمس ايام 4 ليالي أبدأ في أسوان أخلص الرحلة في أبو سيمبل دول كده الطوء ايتنرز بتوع الليك ناصر كروز اللي هي رحلات ما وراء السد اللي هي بحيرة ناصر وهم حوالي 3 أو 4 أو 5 مراكب بيعملوا هذه الرحلة واستنوني المحاضرة الجاية بإذن الله عشان نشرح اي تينرز دول بالتفصيل وإيه هي الزيارات اللي بيعملها أو بينفزها في هذه الرحلة اللي هي رحلة اللي كناصر كروز وما تنساش تفعل الجرس وتشاير الفيديو علشان الكل يستفيد وتعمل سابسكرايب للقناة ومارسي اشتركوا في القناة